اشتركوا في القناة حلوة تتخدم يعني بالجبن يعني بالنسبة لي هو من أفخم الحلويات اللي تقدمها للعيلة ولا للضيوف نروحوا حبيباتين نشوفوا الوصفة مع بعض يعني وصفة هاي لا نحبها بساف نتوكل الله نحن نشوفها مع بعض هنا أي بسكوية عندك في الدار ممكن تستعمله هنا عندي 350 50 جرام من هاي البسكوية زيت له 90 جرام تعزو بدأ ذايبا خلطهم مع بعض هنا ساب ليدهم ملح ثم نجيب مول مولة شارنيار هذو كن مول اللي تفتحوا يتسكروا هكذا باش نديموا اللي قطعي بسهولة هذو هما الميور مول بور لتشيز كيك نجيب البيسكويت ونرسوه داخل المول بهذا الشكل ولازم نضغط مليح وبعد نطيبه على فور نسخن لـ 180 درجة حوالي 15 دقيقة ونخليه حتي برد مليح لازم بعد ما يطيبه برد تماما ونروح نغطيه ب بابي أليمينيوم نغطوه بابي أليمينيوم لاني راح نطيبه في حمام مائي وما لازمش الماء يدخل في الجهة السفلة تعالي مول عشاغنيار هذو المول عشاغنيار مفتوحين يعني باش نبيتيو يدخلهم الماء لازم تغلفوه بيان من كل الجوانب هكذا ما يدخلوش الماء نوجدو بيان لعمول تعنا كما عكم تشوفو نحطوه جانبا قبل ما نحطوه جانبا نجي هنا ندهنلو الحواف بالزبدة ونغلفو بابي كويسون وهذي خطوه اختيارية أنا نحب نحب لقاتو التاعي يخرجوا ونقايا وما يعذبونيش في الديمولاج شوفوا انتوما إذا يعني بالسكين فقط راح يديمولا إذا ما عندكمش بابي كويسون نحط الملتعي جانبا هنروحو للخليط نتاع التشيز كيك هنا عندي هذا الجبن لازم يعني أي جبن تحبو تستعمله استعمله ولكن ما لازمش يكون مالح ولازم يكون جبن تاع طلي كما عكم تشوفو كما كيري أنا استعملت 300 قرام نتاع فيلادلفيا و400 قرام نتاع كيري ممكن استعمله فيلادلفيا فقط أو كيري فقط أو ماسكارتون المهم ما يكونش مالح لمولو حتى أوما لازمش تتعدى الجبن تاع الكيري كما قلت لكم استعملت 300 قرام تاع فيلادلفيا و400 قرام تاع كيري وممكن استعمله نوع واحد سواء كيري سواء فيلادلفيا يعني أنا ما كانش عمدي بزاف فيلادلفيا هنا الجبن تاعي نزيد له السكر أنا زيت له كاس ولكن ننصحكم تنقصهم الكاس باش تجي الحلاوة مع تدلة 680 قرام تاع السكر وخلطهم بالخلاط الكهربائي حتى ذب مليح ذب مليح السكر في الجبن ثم هنا نبدأ ونزيده بالبيضة ونخلطه غير بالفوة بلما نحتاجه الباتر وإلا حبيتوا تخدموا بالباتر خدموا بالباتر كما تحبوا هذه حاجة ترجع لكم هذه البيضة الثانية ونزيد نخلط أهم حاجة أن نكون في الأول تخلطوا الجبن مع السكر حوالي 3 دقايق أو 4 دقايق حتى السكر يضب مليح في الجبل يعني ما بين كل بيضة وبيضة لازم نخلطه بها هذه البيضة الثالثة البيضة الرابعة ثم هنا نزيد عصير تحبة تحليمون يعني حبة تعقاص نعصرها وندير العصير تحالي هي 60 ملي ونخلط ملي هنا لازم تخلطه والمكونات كامل يندمجه مع بعض ثم هنا كآخر خطوة ندير الفانيلا ونزيد نمزج وهنا خلاص كملنا الوصفة دو كنديبو المول ونفرغو فيه الخليط ثم نساوي السطح يعني نحاول نخبط شوية هاد المول خصوصا المول الدخل هنا المول هذا وعلى بهذا الطريقة هكذا باش تسوو كامل السطح ثم نجيبو ما سخون ونلحقو حتى النص تعال تعال المول الدائري نسخنو الفرن على 170 دراجة ونحطو المول بتاعنا في الجهة التحتانية كامل تعال الفرن يعني ما شيف الوسط طيبه طيبه التحت كامل مدة الطياب حوالي 50 دقيقة بالنسبة لي نخضلي 48 دقيقة نروح وضوك نوجدو لكل تعنا تعال الفرز هنا عندي 80 غرام تعفريزة قطعتها صغير كما تشوفو قطعتها لاثنين أو ثلاثة كما تحبو زيت لها 4 مغارف تعال سكر 4 مغارف سكر حوالي 70 غرام وفنجال تعما حوالي 60 ميلي ونحط هم على النار يطيبوا على نار ضعيفة حتى نقول عندي هذا الخليط هذا هو الخليط تعنا ممكن زيد الليمون في هذا الخلط ثم رحيت كما ركن تشوف وصفيت وهذا هو الكول التفخص تعنا لنقدم مع تشيز كيك هنا كما تشوف هنا داخل الفرن يعني نجي هنا نشوف إذا طعب لا لا هنا الحق 48 دقيقة بديت نحرك فيه ما حب شي بوج يعني لقاط على طعب يعني تشوف ما يتحرك كامل هنا نطفي عليه النار داخل الفرن ونخليه داخل الفرن ساعة كاملة داخل الفرن والفرن طعفي بعد ساعة نخرج نخلي يزيد يبغي شوية ثم ندخل للثلاجة 4 ساعات عفوا لازم يقعد 4 ساعات في الثلاجة قبل ما تقطعوه وهذا هو تشيز كيك تعنا يعني ندم لاشفا سيلك ماشتو نقطع معكم وشكف لازم نمسح السكين اكذا بها المرسوات يجو يجو نقين وهذا هو تشيز كيك كيف شيتي هذا هو الشكل تعو حبيبتي وهذا هو الكولي تفخز تعنا بعد ما برد في الثلاجة كيف شيتي هنا نقدمه مع الشيس كيك بهذا الشكل ممكن تحطوه فواكه من فوق ممكن تحطوه اوش تحبوه انا حطيت نص تحب هذا فخاز وهذا هو قطو تعنا في الشكل النهائي يجي بس بنين ويجي عنده ذوق هايل يجي طريق وما عندي ما نحكي لكم نتمنى تجرب الوصف حبيبتي انقلكم تهلا وفي وحتيكم ونطلقى في وصف جايين وحبكم في الله وشكرا على كامل التعليق لكم تخلوها لرب يحفظكم يعني بالسفر يفرحوني انشاء الله انشاء الله نتلقى في ساعة طيبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة